معلومات عن الطاووس تعرف على حقائق مذهشة عن الطاووس وأنواعه المختلفة تابع معنا لتتعرف على مجموعة معلومات عن الطاووس ولا تنسوا الاشتراك والعجاب لنستمر بنشر المزيد الطاووس واحد من أكبر التيور يمكن أن يسل طوله إلى 7.5 أقدام والإناث أصغر في طول حيث يسل طول الأنتى إلى 86 سطي مترا ويمكن أن يزن بين 80 إلى 13 كيلوغراما على رغم من أن الطاووس جميل جدا إلى أنه ينتج أسوطا غير صار تضع الإناث من 3 إلى 5 بيضات ويفكس البيض بعد 28 يوما يمكن لصغير الطاووس بعد يوم واحد من خروجه من البيضة المشي وتناول الطعام دون مساعدة يستطيع الطاووس أن يعيش ما يقرب إلى 20 عاما في البرية وفي الأسر ريش الطاووس الذكر يمتلك ذكر الطاووس أكثر من 200 ريشة متلالية كل واحدة مزينة ببقع صغيرة دائرية حيث يمتلك الطاووس الهندي ريش ملون بالأزرق والأخضر الرأس والغنق والصدر ريش الذيل الحقيقي لذكر الطاووس الهندي قصير ورمادي اللون ويمكن رؤيته من الخلف فقط عندما يتم تمديد الذيل وعرضه على شكل مروحة ويعمل ذقور على تمديد ذيوله كجزء من سلوك التزاوج حتى يلفت انتباه الانثاء لكي تختاره يعتقر الطاووس الانثاء إلى ألوان الذيول الزاهية فلها ذيول قصيرة باللون الظني وقد يتلون العرق فقط باللون الأخضر يمكن تربية الطاووس في حضائق البيوت بشكل عادي في مكان محكم وكذلك فوق الأسطح في قفص حديدي كبير حيث أنه يطل لمسافة قصيرة ويتميز طول ديلة بطوله حيث يتجاوز المترين في أغلب الأحيان أن وزن ذكر الطاووس يكون أكبر من أنثاه فذكر الطاووس تقريبا 4.5 كيلوغرام أما أنثى الطاووس فوزوها 3.5 كيلوغرام وسعر بيعهم وهم صغار 500 جيني في متوسط عمرهم الذي يصل إلى 20 عاما 4 ألاف جيني أو 5 ألاف جيني للذكر والأنثى أن الطاووس يتغذى على الأعناف والذرة والفواكه وغيرها وتشبه تربيته تربية الرومي الأصلي كما أن هناك في الكثير من البلدان التي تشتهر بطاهيه وأكله ويتميز ريشه بالجمال والألوان وغير عادية والتي تستخدم في سرع الأكسسوارات والفساتين كما يعد طائرا مزعجة في بعض الأحيان عند تربيته في المنزل بسبب صوته المرتفع ترجمة نانسي قنقر